زكار منطقة أثرية بولاية الجلفة تحوز على العديد من المعالم التاريخية والحضرية المسجد العتيق أحد هذه المعالم بنيه قبل قرنين من الزمن وهو بدوره يحفظ بين رفوف مكتبته نسخة من القرآن الكريم مخطوطة باليد هذه التحفة التي لم يأخذ لها بال في وقت سابق مورث حضاري برع صاحبه في كتابته ويتواجد في المسجد العتيق منذ 1887 أعلمني السيد الإمام المسجد في محمد خرخاش بوجود تحفة أثرية تتمثل في مصحف شريف مخطوط بخط اليد بالخط المغربي بخط متقن زكار بها أيضا قرى قديمة ونقوش سخرية تعود إلى ما قبل التاريخ ترسم لوحة تراثية من جمال الجزائر الذي يمتزج بين الطبيعة والحضارة والتاريخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر